والله جازي زاوية مطبيعية ومعها تصدت حارس التعاون إلا أنه باقي شي بسيط جداً وتتسجل والله لقطة المباراة إلى الآن أفضل هجم للاتحاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا ليكم مباراة العميد بإذن الله فوز الاتحاد اليوم المباراة الاتحاد والتعاون بإذن الله بإذن الله فوز منتهيين منها تمنى ما يتكرر سيناريو المباراة السابقة ونفوز بإذن الله طبعاً قبل بداية المقطع فضلاً ولا يسامروا لايك واشتراك خلونا نوصل هذا المقطع 500 لايك وهدفنا بإذن الله خلال سنة 2024 نعلق درع المات ألف على هالجدار مش صعب وبإذن الله بإذن الله بإذن الله أنه خلال هذا الأسبوع نوصل 13 ألف سبسكرايب باقي أقل من 20 مشترك فشد الهمولة عليكم أمر واشتراك فبسم الله نستمتع بالمباراة اللهم لك الحمد ركل الجزاء يا رب لك الحمد كريم بنزيمة بدلوش إيه لو لا ينفد لا ينفد لا ينفد لأن كل ما تصير ركل الجزاء والله أتوقع كل ما بدون حلفان توقع 99.99% من جمهور الاتحاد إيدهم على قلبهم إيدي بنفد بنزيمة فما نفرح حاليا موجاين الفرح إلا لما أشوف الصاطي هو إلا بنفد غير حمد الله لا ينفد الله يرضى عليكم والله على عصاب لنستنى نشوف مين اللي بنفد مين اللي بنفد يا كابتن يا كابتن مين اللي بنفد حلو حق يشيلون التوتر من جث رخلة الجزاء علىك سبحان الله البث علىك فالأمور طيبة إن شاء الله نشوف هدف ما نبقى نشوف التنفيذ لأنه موم إيدي كريم بنزيمة احتمال كبير طفي ردة الفعل والكمبيوتر وكل شيء كل شيء طفي وروح أنام خلاص ما أقدر أشوف كريم بنزيمة ينفد الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم حمد الله يا ساطي يا ساطي ترى زنجبيل بعد قاعد يشرب ترى تخفيف التوتر الأمور طيبة فالواحد يشربه ويشوف التنفيذ شوف 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 يا ساطي العنبليس العنبليس لا 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 أول ركل الجزاء الضيع من جهة ساطي إلى الاتحاد إلى الآن أول ركل يضيحها أعود بالله ليه ليه يا أبو الشباب هاد مو يبغى نهزان جبيل يبغى لها ويسمح لي زي الزعفران والله يناس لنا لا 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 الوضع غير طبيعي اللي قاعد يصير في الاتحاد مو طبيعي حتى ركلات الجزاء صرنا نتوتر منها نخاف ما بتتسجل والله من حقك من حقك يا كابتن اللي قاعد يصير شوفوا شيخ يقرأ على النادي والله مو طبيعي المباراة اللي راحت كريم بنزيم مضيع بلنتي أو المباراة اللي قبلها كريم بنزيم مضيع بلنتي والساطي أبدع وسجل هدف بعد ما ضاع البلنتي هل يرجعها كريم بنزيم بعد ما ضيع ويسجل وينفجر ويرجع لمستوى البنز ولا الوضع دمار في دمار لنهاية الموسم الله يعديها على خير يا ساطي يا ساطي واضح أن أنبلنا ضميرة ما شاء الله تبارك الرحمن حلوة حلوة من برزيقة واضح أنه ما بده يتنازل يا شيخ والله مطبيعي حارس ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله حق بعد مرور ربع ساعة ضغط للعميد بشكل كبير كبير جدا ولكن كالعادة لا جديد ما في أي استغلال للفرص يعني الجفرص حلو ولكن ما في أي نهاء بجودة عالية بإذن واحد أحد خلال الربع ساعة القادمة فيها على الأقل هدف للعميد بإذن الله البنز البنز يا بنزيمة يا بنزيمة هل تسمعني؟ يا بنزيمة صدق فيك عصام الشوالي ولا مش صالفتك؟ أكثر من فرصة يضيعها كريم بنزيمة يعني زعلان وترى الحض يا أخي يلعب من قلب يا أخي يلعب من قلب يا شيخ والله كانت قاعدة يحاول في كل مكان تماما شوف 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 خلنا نشوف كيف ضيعها الأخ كريم ايه 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 يا ما شاء الله يا كريم بنزيمة ما شاء الله يا بنزيمة والله فرص غريبة قاعدة تضيع بشكل مستفز أهم حاجة أنه ما نندم على هذه الفرص نهاية المبارئة شوف شوف يا شيخ والله بإذن الله بإذن الله واثقين في العميد أهم حاجة ما ننثق ونثق ونثق في النهاية زي المبارئة اللي راحت تمنى هدفي ريح العصاب ويروقنا جميعا بإذن الله حلو يا عميد حلو يا عميد يا برزيقة تكملها لا تدفنن يا رحم جدك مش لا تدفنن أبدا يا لبرودك يا لبرودك وفنك لا يسعدك الحمد لله ما ما قدر أقول شي ثاني تاني شوط الأول نراكم بالشوط الثاني بإذن الله بدأت الشوط الثاني ونقول باسم الله بإذن الله هذا الشوط شوط الأهداف بإذن العلمات نام وإن شاء الله تنتهي 2-0 ما نبغى نقثر 2-0 حلوة جدا يا سلام يا كانتي يا سلام يا كانتي ما شاء الله تبارك الرحمن يلا هدف جوتا يا جوتا وإش قاعد تسوي ليه التأخير عدأك بنزيمة وين وين رايح وين مرر سدد سوي لك أي حل شوف لك حل يا أخي شو والله احترم مجهود كانتي والله احترم مجهود كانتي والله يا ليه البرود ليه البرود وين رايح وين وين يا ساتر يا حجاز يا ساتر ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يا الحاجز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله حطها زاوية غير طبيعية ولكن حارس التعاون مجنون 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 صلاة عن نبي حارس مطبيعي أنا قلت المعلق برج القصيم ما شاء الله شكلنا عطينا عين ان شاء الله يقوم بالسلامة طبعا ولكن ما شاء الله على الفرصة اللي شاء لها والله حجاز زاوية مطبيعية ومعها تصدت حارس التعاون الا انه باقي شي بسيط جدا وتتسجل والله لقطة المباراة الى الان افضل هجم للاتحاد الله الله جمهور العميد والله صط وصط ولا جمهور العميد وتطور خيالي خيالي جدا شفناها مباراة الاهلي رغمنا 30% ولكن طول المباراة ما تسمع لصوت جمهور العميد والله هالجمهور لازم يفرح ببطولة بإذن الله على اقل تقدير الموسم الحالي بإذن الله عينها ما تنام والله حلوة 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 من فرحة ولكن خيرا خيرا نما تسجلت ويحتفل فرحة هذه خيرة كبيرة اللهم لك الحمد يعني النمات سجلت ويا رب انت تسجل في الرسال القادمة بإذن الله عينها ما تنام والله يا ان الاتحاد معسكر في منطقة التعاون بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن ولا فرصة استغلوها وسجلوا هدف يا اخي والله حرام لو تنتهي تعادل يعني هدف كده على السرية كده ما حد نشوف خطاف يا شيخ والله يعني النسبة الاستحواذة توقع عالية عالية جدا خلال السبعين دقيقة ولكن ما في أي فرصة تمت ترجمتها إلى هدف يا كمتن بإذن الله بإذن الله نبغاه واحد صفر تنتهي عادي مع دين مشكلة أهم حاجة ثلاث نقاط لأن إلى الآن إلى الآن الأهلي متعثر فبتفرق نقطتين بس وباقي سبع جولات يعني يمدين على كاس النخبال آسيا وبإذن الله عينها ما تنام البنز البنز تصرفت شويزي يا شيخ يا شيخ يا شيخ والله باقي شي بسيط مش بنزيمة متى بتسجل يعني خلاص شغلتنا متى بتسجل والله كانت حلوة بكل أمانة لكن كريم بنزيمة تركد تركد على عمرك صفقت في اللاعب ولا يتهيئ لي لأنه كأن تغير مسارها لكن ما أدري كأن تغير مسار الكورة لكن بإذن الله فرصة خطافية زي كده بإذن الله قادرين على نهاء المباراة على الأقل بواحد صفر لا أكثر ولا قد حلوة حلوة الفكرة بكل أمانة من جوتا ولكن كان ينقصها شوي من الدقة والله حلوة 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 شوف 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 الإعادة شوف الإعادة كأن المعلق يقول تسلل كانت يا كابتن واو 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 لو تسجلت بكون هدف الجولة بلا أي نقاش يا شيخ وش هالحارس ما شالله تبارك الرحمن ما شالله تبارك الرحمن بكل أمانة حلوة من البنز وهمام سددها تسديدة حلوة ولكن الحارس أبدع الله يهديك من حارس الله يسامحك يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله البنز قاعد يحاول ولكن حظك يعني ما ما بدنا نقول أي كلام ثاني ولكن لو تركز شوية البنز والله قاعد يحاول بكل أمانة وبإذن الله نحن اقتربنا من الهدف بإذن اللي عينها ماتنا شو شوف تسديدة همام والله حلوة بس الحارس ما شالله ما شالله ما شالله يعني خلاص تعادل بتنتهي تونى بسم الله يا شيخ نبغى المركز الثالث كاس النخبة يا شيخ ركز تأتي المباراة اللهم ملك الحمد عليك الحال ولكن قاعدة تروح النقاط الحسنة الوحيدة الليلة أن الأهل برضو تعادل ولكن ما يهم بإذن الله المباراة القادمة مباراة الأهل القادمة يالهلال بإذن الله تضمن خسارتهم وفوسنا إن شاء الله هنقان هيا الله ونقترب للمركز الثالث نراكم بإذن الله في ردات فعل قادمة السلام عليكم